قد تفقد قائد الجيش العماد جزاف عون قبل ظهر اليوم الوحدات العسكرية المنتشرة في بيروت وجبل لبنان والتي تنفذ مهمات حفظ الأمن في ظل التحركات الشعبية في كل المناطق اللبنانية وشملت الجولة فوج المدرعات الأول في ثقنة صربة وقيادة اللواء الحادي عشر في النقاش وقيادة فوج المغوير في رومي وقيادة فوج التدخل الثالث في رأس بيروت ووحدة من الفوج المجوقل على طريق القصر الجمهوري في بعبدة وفوج المضاد للدروع في ثقنة الفياضية وعيكون حكمتكم بالتعاطي بالموضوع فوت الفرصة على العالم ياللي بدأت جرب تصطاد بالماء العقل أول ما بلشت المظاهرات قسم كان معنا قسم كان ضدنا بعد فترة صار اللي كان ضدنا معنا واللي معنا صار ضدنا نشتغل وفقا لضميرنا وفقا لدراستنا للواقع ما تتأثروا بالشائعات احترافيتكم ورباطة جائشكم وانضباطكم خلوني افتخر انه أنا قائد هالجيش المحترف ياللي بتحلى بمنائبية عالية وجرأة في تنفيذ كل المهمات ياللي هو بكل شرف وتضحية شو ما كانت التحديات والأسماء وبتمنى عليكم تواجهوا شكر كبير لعيالكم لزوجاتكم لأولادكم لأهلكم بعرف الديهم عم بضحوا قلولون ما يردوا ما يسألوا بيفتخروا انه ولادهم عم بينفزوا هايك مهمة عم تنقذ لبنان وعم تحافظ على السلم الأهلي طلعوا على خريطة المظاهرات أحولينا من هونغ كونغ بس عملوا الزخيرة الحية لأوكرانيا للعراق لبوليفيا لإيران لباريز مبارع انتوا عم بتنالوا أعجاب العالم كله برجع بلكون مش مهمتنا ولم دربين ولم جهزين وبرضو عم ننفزها بكل احترافية ومنائبية ورباط الجايش إفادة العالم عم بتشيد فيكن العالم بالمعركة رايح تنفز مهمة ضد إرهاب ضد مخدرات واضح ما فيه زوم تفكر العرار واضح بطلع لك النار تقتلوا دغري ما بتقول شو بدي أعمل هون فيه تردد وطبيعي ما تلوموا حالكم ما بتأثر برجع بقلكون بحدا نشوف الوضع بيفرض هاك نعود عجنب نستوعب نرجع منقرب منلاقي الوضع بناسب لنقرب وهذا اللي عم بيصير بس هون منه نعدائنا هيدا شعب لبناني المتظاهر إليه حق علينا والمش متظاهر إليه حق علينا وحريت التنقل ما قد نسيب المواسيق الدولية نحنا ما تعرضنا أحدا عم يتظاهر بالساحات بس لما بدي يسكر الطريق و بدي يتزارنا على العالم لا يسمح لي تبدي يتدخل و بدي يفتح الطريق هاي المواسيق الدولية تحكي عنا عم نوقف عناصر الشغب عم نوقف ياللي هن منه اللبنانيين من دسين عم نوقف ياللي هن عم يبين معهم مخدرات ورح تلوقف صار عنا حادسة وحدة حادسة أليمة اخسارة بفخر في قضاء عم يشرف على التحقيق ومننطر لتطلع المسؤوليات ومنتحمل مسؤولياتنا شوفوا حولينا كم قتيل عم بيروح كل يوم بالعراق وغير دول وما تنسوا عنا إصابات كمان نحنا الشائعات تحطوا أرى ظهركون اللي عم تعاملوه بينرفع الرأس فيه نكبر فيكم نحنا ولبناني بيكبر فيكم وبتخلص هالموجة وهالأزمة وبتبين قطسية اللي عملتوه وصوابية اللي عملتوه ما تستحوا باللي عم تعاملوه بالعكس رفعوا راسكو ورح يجي التاريخ وينصفكن أنتوا أنقاصتوا لبناني وبكل المهمة عم بتنفذوها بتخلوني افتخر أنه أنا قائدة الجيش المحترف ياللي كله مناقبية وكله أخلاق وكله انضباط واحترافية بطلب منكم تضلوا أوفياء لقسمكم تي تحديات قدامنا إن شاء الله بتخلص ورح يجينا غيره إن شاء الله لا بس نحن بنكون جاهزين لكل شي